ما عندي قيمة لولها الخي يدمي ونطعني رفع حب بولي ييمي أنا اختصر كل عمر باللاطمة دخور قابلي دخور قابلي ما عندي قيمة لولها الخي يدمي ونطعني رفع حب بولي ييمي أنا اختصر كل عمر باللاطمة دخل قابري دخل قابري أضيعا إذا بايبك انشأت حبيبي علي أحلفك يا بولي مخاطر رقعية بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية حياكم الله ونحن وإياكم بهذه التغطية الخاصة للمواكب الحسينية وطبيعة العمل وما يقدموه للزائر الكريم خلال هذه الأيام ونحن على أحتاب العشرين من صفر ونعيش ذروة الزيارة تقريبا في الفطوط الرابطة إلى مدينة كربلا سواء من جهة النجف أو جهة الحلة أو بغداد وصولا إلى سيد الشهداء عليه السلام نصطحبكم بهذه الجولة فكونوا معنا حياكم الله ثانية المشاهدين الكرام وهذه التغطية المستمرة للمواكب والهيئات الحسينية الآن أيضا نستثمر وجود الرادود الملة محمد باقر أحطان سلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله حبيبا أظم الله تعالى لكم الأجر أظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولاي أبا عبد الله الحسين الله يخليكم ويحفظكم بحق الحسين موفق ملاتنا نحن اليوم نتحدث لك بجانب مهم حقيقة وهو ما يخص الشباب وخصوصا ممن هم موالين لآل محمد أنت اليوم بهذا العمر وأنت متنقل بين المجالس والهيئات الحسينية وكذلك المحافظات رسالتك للشباب الحسيني القادم الآن إلى سيد الشهداء عليه السلام إن شاء الله خدوتكم أكفد مقولة تقول أو يحتيى واحد ولد يقول حسين وينما أكو حسين أسافر وينما أكو ذكر أبا عبد الله الحسين أروح هاي المجالس مدرسة إحنا جاي نحاول أن نستثمرها فأي واحد بعمري أو أصغر مني طبعا أنا مو أهل للنصيحة إن شاء الله أكون خادمكم صغير أنا يا حبيب كثتوا تواجدكم بالمجالس الحسينية لأن هاي مدرسة ونعمة ما نعرفها إلا نفقدها فالمجالس الحسينية شي لا يوصف وأكو فتكتب كلش حلوة يعني مثلا فتكتب عن سيرة أهل البيت فتش أشياء حلوة ياريت أنه الثقف وأرواحكم بيها وطريق الحسين مول الله والضحك طريق الحسين بضغط طريق الحسين التوبة أنا أستثمر هاي الأيام المباركة توتي إلى الله سبحانه وتعالى خلي الحسين وسيلة وبعد ذلك أحنا غير حسين ماعد من حسين فعلا وأهم ذلك وهو الصلاة طبعا لأن الصلاة عمود الدين سيد الشهداء عليه السلام في ذلك اليوم يوم معركة العاشر من محرم وقال له أحد أصحابه إنه الصلاة يا أبا عبد الله قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصليين فأيضا هاي رسالة وكأنك تقول على الشاب أن يتسلح بسلاح العلم والمعرفة والثقافة ليكون حسينيا حقا إن شاء الله إن شاء الله موفقين بحق مولاي الله عبد الله حسين ويا ريت أنه كل خميس أو ما أخذ من وقتكم ساعة واحدة تقرون زيارة عاشراء لأن هاي فتشي لا يوصف نعمة يعني أنا مجربة رائع زيارة عاشراء كل خميس الرزق الصحة العافية شيء للمشاهدين الكرام وخصوصا ممن هم يشاهدون خارج العراق مشاهدي قناة الإمام المهدي أي شيء لالبركة وليشفاء المرضى إن شاء الله وقضاء الحوائج شكراً أبا عبد الله شكراً أبا عبد الله شكراً أبا عبد الله شكراً أبا عبد الله مربيني من الزغور مدللني الزائرين الكرام وهم يسيرون بهذه الطرقات وبارتفاع درجات الحرارة والتغييرات المناخية في العراق إلا أن للقصائد وللمراثي دور كبير بشد عزمهم للوصول إلى سيد الشهداء عليه السلام الآن مع الملة حسين الكربلاء سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عظم الله تعالى لكم الأجر بمصيبة أبي عبد الله الحسين عظم الله أجركم أيضاً في هذا المصاب الجليل مصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام من موكب شمس الشموس نعزي مولانا صاحب العصر والزمان وكل شيعة أمير المؤمنين في كل أنحاء العالم والعالم الإسلام وفي هذه المناسبة العطرة ذكرى مصاب مولانا أبي عبد الله الحسين إن شاء الله نقرأ حسات لاستقبال زوار الحسين عليه السلام هلومية هلب زوار ابو اليمة كل زاير يجينا نقدر ونخدمة ما نسأل علي من يا بلد اسمه وإن قل لا تفضل يا عيوني يا زاير بينا مر لا تعبر الموكب سنمتانين إحنا لجيتك ونحسيب كل شي تريد عدنا محضري شي تحيب خلينا نخدمك مربينا خلينا نخدمك مربينا شرف إلنا يا زاير لو بتتيمنى بيتك هذا حسب ارتاح حشمنا بيك الدرير تضوي وهاي عم بيك الدير تضوي وهاي وادمنا وملتم بجيتك فرحان ملتم بجيتك فرحان لبيات لخادم الحسين سيد زيد الفحام طيب الله أنفاسك طيب الله أنفاسك وهذا هو لسان حال خدام زوار الإمام الحسين عليه السلام وهم في أرض العراق لا يلهج لسانهم إلا بيلبيك يا حسين وهلب زواره ضعلي أنا في الختام لا أقول إلا شكرا لسيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام شكرا لك يا أبا عبد الله الحسين لأنك اخترت أرض العراق وأرض كربلا لتكون مثواك الأخير أريد بخدمتك أظل البنية أضيعك إذا بابك انتت حبيبي علي أحلفك يا بولي مخاطر فيا أريد بخدمتك أظل البنية حسين حسين مشاهدين الكرام لا زال خدمة سيد الشهداء عليه السلام مستمرين بتقديم وجبات الطعام لأوقات متأخرة من الليل لزائري سيد الشهداء عليه السلام لآن مع أحد خدمة المواكب الحسينية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عظم الله تعالى لكم الأجر أجلنا وأجرك رحم الله ولديك هنيئا لكم هذه الخدمة لسيد الشهداء بهذا الوقت المتأخر من الليل يعني لنا ولكم على أموت الإسلامية رحمه الله وبركاته أنتم يعني مستمرين بتقديم هذه الوجبات من الصباح أم الآن فقط لا لا من الصباح للصباح يعني 24 ساعة مستمرين ما شاء الله لأن الحركة تغيرت حركة الزائرين مستمرين نحن حد آخر يوم باليوم الأربعين ما شاء الله مستمرين على طول الليل طول النهار العصر كل وقت يجي تلقاك وخدمة موجودة ما شاء الله طبيعة عملكم هنا أنت تخصصك في هذا الموكب الآن عملك شو هي يعني أنا هنا أخدموا يهم بالموكب جيد ونقل لهم صمون طبب الزوار جوه نوزع لهم ثواب نوفق إن شاء الله رحم الله ورديك عزيز مشكور بارك الله أهلا وسلم أهلا وسلم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية لازمنا معكم مستمرين بهذه التغطية الخاصة للمواكب الحسينية والهيئات الحسينية وما يقدموه لزائري الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام اليوم نحن في موكب لأهالي القطيف من المملكة العربية السعودية سلام عليكم السلام ورحمة الله عزيزي الله يحفظكم قناة المهدي عظم الله تعالى لكم الأجر عظم الله وجوركم ونعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية تجمع وكل السائرين في طريق يا حسين أحسنتم سيدنا أنتم كما عرفنا أنكم من أهالي القطيف المملكة العربية بدءا أهلا ومرحبا والعيون والرأس قبل بيوتنا والقلوب مفتوحة لكم جميعا إن شاء الله ونتشرف بكم طبعا حياكم الله وأهلا وسلم سيدنا الآن طبيعة عملكم وأنتم ومن متى يعني هنا موجودين كم يوم صار لكم يعني في مجموعة من محرم موجودة ومجموعة بدأت من بداية صفر جهز احنا جينا مع بدايات صفر واحنا شغلنا هنا مختصين بالخبازة واعداد الوجبات وتوزيعها في هذا المطبخ مطبخ من قسم إلى قسمين طبعا طبخ تمن تسموه رز واللحوم وقسم آخر الخبازة والسندويشات والحلة وكل ما يساعد الزوار على الطاقة والأكل طيب سيدنا آلية العمل هنا مثل يعني كم الساعة يعني على طواد اليوم زين طبعا اللجان متفرقة متوزعة على الموكب كلنا له اختصاصة احنا لجنة المخبز نبدأ في ساعات الفجر الأولى ونتوقف قبل الظهيرة عشان حرارة الجو نوزع وبعد الظهر نستأنف ذلك إلى حتى الغروب أحسنتم سيدنا نحن نعرف اختلاف كبير في درجات الحرارة بين العراق وبين المملكة كيف احتويتم هذه الأزمة إن صح تعبيري أو واجهتم ارتفاع كون خصوصا في الأيام السابقة وصلت إلى نصف درجة الغليان في العراق كيف واجهتم هذا وما وفرتموه للزائر الكريم حاولنا نوفر الحاجات الباردة من مشروبات والأكل ما يكون ثقيل وسمين أكل خفيف يساعد الزائر على مو مباشر صاح؟ مونتاج يساعد الزائر على المسير في هذه الأجواء وأصلا أجواء المشي في طريق يا حسين تغيرت السنوات الأخيرة صارت في وقت المساء ووقت الضهيرة يستراحوا وعلى فكرة أجواءكم مو بعيدة يعني إحنا قريبة لأجواءنا فمتعاودين عليها حتى أكون خفيف الظل كونك أنت متعب منذ الصباح لتقديم الوجبات وكذا هل لمستم أثر لهذه الخدمة لسيد الشهداء في السنوات السابقة وما زلتم متمسكين بذلك؟ حصلتوا شيء من الحسين؟ خلينا نقول بالعامية طبعا كل ما لدينا من الحسين وما يتوفق لهذه الخدمة في نقص كبير يعني الله يساعده الله يساعده إحنا عندنا خدام يصعب عليه القدوم حكم العمل أو دراسة أو شيء ويتحسر كثير فإحنا كل ما لدينا من الحسين ولمسنا تأثيرها على أنفسنا وعلى الخدام بشكل كبير الحمد لله إن شاء الله أنتم ما تنسوهم سوى من ذويكم أو أصدقائكم خارج العراق لا تنسوهم أيضا من الدعاء وكذلك نشركهم إحنا في كل أعمال من لم يتوفق في الخدمة فهو مشروك إيانا في كل عمل أخوان إلا راحوا وإلا موجودين لم يستطيعون المشاركة هذا العام نشركهم دائما في الأعمال الله يحفظكم إن شاء الله أتمنى من الله إن شاء الله كل سنة وكل عام تجون وتخدمون أي والله وهذا البلد بلدكم إن شاء الله والحسين للجميع يا الله الله لا يقطعها إن شاء الله موفقين لكم الخير الله يحفظكم إن شاء الله سادتي المشاهدين ها هو سيد الشهداء عليه السلام يمثل الرمز للإنسانية جمعا بغض النظر عن القومية أو اللون أو العرق فها هم خدمة الحسين من كل البلدان وها هم زوار الحسين أيضا من كل البلدان فالسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك مشاهدين الكرام لازلنا بهذه التغطية الخاصة للمواكب والهيئات الحسينية وبما يقدموه للزائر الكريم ما يلفت الأنظار أنه نحن الآن في منتصف الليل ولا زال خدمة الحسين يقدمون وجبات الطعام للزائرين بكل عزم وإرادة قوية والآن نشوف خدام الحسين حيوية حقيقة مثل ما يقول بالعامية جاي يشتغلون ويقدمون هاي الوجبات سلام عليكم ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عظم الله لكم الأجر إن شاء الله حقنا لك أجر قزيما إن شاء الله الآن الوقت متأخر ما يقارب منتصف الليل وأنت لا زلت بتقديم وجبات الطعام صحيح نحن خدام الإمام لكل المشاية وكل الزائرين بكل الأطياف وكل مكان بيقعوا على كربلاء من أي بلد حضرتك؟ من مصر حياكم الله وأهلاً أهلاً بكم الله يحفظك في بلدكم العراق الله يبارك في عمر يبارك الله فيك الله يحفظك الله يحفظكم أنت الآن يعني درجات الحرارة مرتفعة وتغير بالطقس في العراق أحسن وأشوفك ما زلت مرابط بهذا المكان لتقديم وجبات الطعام تشعر بالتعب ولا أي شيء والله الواحد بي نام ساعتين ثلاث ساعت بالكتير ولا بيحس بأي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله الآن تعلقك بالحسين عليه السلام والله إحنا حسنيين من الزمان من قديم الأزل وإحنا نقدم هالواجبات في مصر من زمان من قبل قبل ما نشوفها بالكويت وقبل ما نشوفها بالعراق يعني إحنا كنا نقدم النذور ونقدم الأكل يمكن بشكل مبسط ولكن هنا بسم الله ما شاء الله بشكل بتوسع أكبر نظر الإمكانيات الكبيرة الموجودة سواء كان في الكويت أو هنا فإحنا كنا نقدم بطريقة مبسطة أصغر من كده بكتير ولكن إحنا كنا نخدم هذا الكلام وهذا الأكل واللي لزوار الحسين برضو في مصر وسيدة زينة هذه أول سنة إليك هنا بالعراق تخدم به سنة الحداشر ما شاء الله ما شاء الله لمسة أثر من أثر الخدمة يعني حصلت مراد من سيد الشهداء الحمد لله رب العالمين والله ما ضاقت فيه أبداً في أي لحظة من اللحظات بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الإمام الإمام الصادق عليه السلام يقول كلنا سفن النجاة إلا أن سفينة جدية الحسين أوسع وأسرع فكيف لا وهو سيد الشهداء نعم نعم سيد الشهداء وسيد شباب أهل القنم ما أتمنى لك هو الصحة والعافية ودوام الخدمة للحسين في كل عام إن شاء الله رب يحفظكم بارك فيك وإن شاء الله ما دمنا أحياء إن إحنا فيه خدام للإمام الحسين أهلاً ومرحباً بك في بلدك العراق أهلاً وسهلاً سادتي المشاهدين ها هو الحسين عليه السلام للإنسانية الجمعاء بغض النظر عن القومية أو الطائفة أو العنصرية فالحسين للجميع أيضاً بجانبي أحد خدمة سيد الشهداء عليه السلام ولا زال أيضاً مرابط بهذا المكان وبهذه الهمة العالية لتقديم وجبات الطعام للزائرين في هذا الوقت المتأخر من الليل سلام عليكم سلام ورحمة الله عزيزين عظم الله لكم الأجر والله عمركم ومثابين إن شاء الله ومجورين هنياً إلك هاي الخدمة وأنت بهذا العمر الكريم الطيب إن شاء الله وهذه حسن عاقبة إن شاء الله هذا شرف لنا من أي بلد حضرتك؟ من السعودية أهلاً ومرحباً وحياكم الله في بلدكم العراق بلدكم الثاني إن شاء الله نعم هذا بلد الكل هذا بلد الإمام الحسين وهذه جنة الخل فعلاً أنتم متفضلين بمجيئكم للعراق وخدمة الزوار نحن أولى بالخدمة أن نخدمكم أنتم أخباب الحسين لكن أنتم آثرتم على أنفسكم إلا أن تكونوا شركاء بهذه الخدمة فهنيئاً لكم الحمد لله على هذا التوفيق ونتمنى كل عام أن نكون من خدام زوار الإمام الحسين الإمام الحسين هو معشوقنا بجنون فأحنا نقدم الخدمة إلى الزوار بكل عشق وبكل حب الحمد لله يعني من الصباح الباكر ونقدم الوجوة على الإطار والغداء والعشاء وبينهم حلاء وما حلاء فالحمد لله على هذه التوفيق كم سنة الآن صار لك بالعراق أنت تجي لخدمة الزوار بالأربعينية؟ في الأربعينية أنا طبعاً كنت بالأول أجيب زوار كنت يعني الآن بالخدمة حولي خمسة نوار نعم ما شاء الله تشوف السنة أكو تغيير بطبيعة حركة الزائرين مثل من الليل قبل كان المسير في النهار لكن ارتفاع درجات الحرارة وكذا شاهدت أكو اختلاف بالقضية؟ فعلا فعلا يعني عندنا في التوزيع في الظهرية ما أكو زائرين يعني الشم صراحة متعبة جدا لكن ما شاء الله الزائر يمشي يعني لا تعيقه لا شمس لا دي بس يكون أقل من السنوات اللي كنا نجي فيها وكان الجو بارد فبالنهار هم ماشيين على طول موفقين إن شاء الله الله يسلم طبيعة عملكم الآن وجبات أنت حضرتك على توزيع وجبات الطعام يعني تبقون للصباح مستمرين أم ماذا يعني؟ يعني إحنا عندنا وجبة الصباح بعد الإفطار بعد صلاة الفجر مباشرة إلى الساعة التساوي بعدين نتحول إلى بعض الوجبات الخفيفة من ثم الساعة عشر ونص نقدم وجبة الغداء لتوقف إلى أداء الصلاة الظهر من بعدها طبعا الشمس الأيام حارة تلتين ونص إلى ثلاثة نبدأ إلى 12 وحدة بالليل ماشاء الله نعم أتمنى لك الصحة والعافية والعودة سالما إن شاء الله لخدمة الزوار وزيارة الحسين عليه السلام وأنتم كذلك ورحم الله والديكم على هذه التقطية المباركة من غنية المهدي شرفتونا ونورتونا بارك الله فيكم أهلا وسهلا بكم سادتي المشاهدين هذه اللوحة الإنسانية من كل بلدان العالم فعلى يميني خادم من خدام سيد الشهداء وزائر من زائرية الحسين من جمهورية مصر العربية وأيضا على يساري خادم من خدمة الحسين وزائر من زوار الحسين من المملكة العربية السعودية يبدو إن الشعار الذي كان دائما من المواكب العراقية لم يبقى حكرا لهم بل وصل إلى كل البلدان ليخدموا وينادوا بعبارتهم هلا بزوارب علي نعمك علي من الزهور هلك الحمد ولك الشكر كرمك يا بوسك نمنحي شرف شرف المجعل بزجار هذا جنو قيمتي بلا خدمتي شنو سوم عندي بلا داب عندي شنو دينيتي بلا كار بلا ونكي السنيني بلا بلا على غير حلال فرحة مأنا جزعي وكمني على حبيب حلال مشاهدنا الكرام نحن وإياكم وصلنا إلى ختام هذه التغطية الخاصة بهذه الليلة للمواكب الحسينية ومدى استعدادهم وتهيئهم لاستقبال وما يقدموه لزوار الحسين عليه السلام الجميع هنا مستعد ومهيئ أمره لاستقبال أكثر عدد ممكن من الزائرين ووضعين أيضا عدد من الخطط كون طريقة السير ليلا أصبحت أكثر من النهار ربما بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغيرها فلذلك هم مستعدين جميعا رافعين أكف الدعاء يتقبل منهم الله سبحانه وتعالى ذلك وسيد الشهداء عليه السلام نلتقيكم في تغطيات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته